يبدو أن الجمال الأصمر أصبح يسيطر على مسابقات ملكات الجمال في العالم إذ من غير الممكن أن تقام مسابقة تخلو من مشتركة سمراء في رسالة قوية لمحو العنصرية وتحدي لتغيير ملامح الجمال الكلاسيكية فليس بالبعيد فقد توجت الشابة السمراء خديجة بن حمو بلقب ملكة جمال الجزائر لعام 2019 غير أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها رأي آخر عقب إعلانها كملكة حيث شهدت منصاتها جدلاً واسعاً حول مدى استحقاقها اللقب وموجة من التعليقات العنصرية لم تكن خديجة الوحيدة فلم تسلم جل المتوجات باللقب لهذا العام من البشرة السمراء على غرار زوزيبين تونزي من جنوب أفريقيا المتوجة بلقب ملكة جمال الكون والجماكية توني أنسينك كملكة جمال العالم لعام 2019 كذلك هو الحال استمروات الحاملات لألقاب الجمال المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العام فرنسا هي الأخرى فقد توجت ملكة جمال جوادالوب كليمانس بوتينو لعام 2020 والتي راحت ضحية التعليقات العنصرية على مدار عدة أجيان المسابقة في العالم طرأت عدة تغييرات على معايير الانتقاء السابقة التي كانت ميولاتها أوروبية فقد رفعت الغطاء هذا العام عن البشرة السمراء لتتربع بذلك على عروش ملكات الجمال في العالم